مفاجئة بقى لينة واللي بيسرش عليك ويعرف يلاقي ان انت ليك عشرات الاعمال يعني معادي انا بقى لي تسع سنين اه تسع سنين بالمثل تقريبا اتنين وتلاتين جنب الطب يعني انت كما انا ما عملت بحث عنك لقيتك يعني مقدم في قناة الحياة زيانية يعني لمدة تلات سنين هي ليها حكاية يعني هو انا كنت طبعا خلصت كله الطب وبعدين الدراسات العليا طبعا الطب صعب من الكليات المسهلة ان يكون عندك شغف وفي نفس الوقت توازم ما بين الامرين يعني بس طبعا كان ليها تجارب من وانا عندي عشر سنين انا عايز متربي في الاقاليم في اسرة لطيفة كده ما فيش فكرة همثل تمثل فين اه بالزبط فمين هتمثل فين يعني هتقول لمين تمثل تعرف انا عندنا في المنوفية الشارع كل في كل الطب يعني الجيران وولادنا كل في كلية الطب يعني فكان طبعا التعليم هو اهم حاجة طبعا عندما خلصت كلية والدراسات العليا بقت فيه فرصة اكتر لان انت تحقق الشغف بتاعك كنت في برنامج في قناة الحياة كطبيب بيستضيفوني كطبيب فالمنتجة قالتلي انت لطيف بتتكلم كويس ما تيجي تقدم البرنامج فيبقى البرنامج افضل ان يقدمه طبيب اعلامي كمان بالزبط فانا عيني على الكاميرا انا عايز في النهاية ابقى احترف فكرة الكاميرا تبقى عاملة ازاي او الوقوف قدامه واكسر الحاجز لان الكاميرا ليها رهبة رهيبة وطبعا منذ ذات الانا كنت هوا انا كنت بقى قدم البرنامج على هوا فسي توانده تحس ان انت فكسر الحاجز ده كان ليه عامل كبير جدا وبقى من السهل ان انا امثل ادوار الدكتور يعني لو كلموني يقولوني تعالى اعمل دور طبيب فيا سلام لو دور طبيب واللي بيعمله كمان طبيب معروف وبيقدم برامج فكان سهل افتحام المجال ومش كده كمان ده يساعدك في ان انت بتبقى فهم التفاصيل شوية سواء حركة الايد او البادي لانجوج او طريقة الكلام او بعض المصطلحات اللي بتستخدمها فده هيساعدك جدا ده دي كانت سر من اسرار بقى اول مشهد اعمله اول مشهد خالص اللي هو قد تطالع دور دكتور كان مع الزعيم عادل 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 كلمني شادي علام ده منتج فني معروف وقال لي احنا بنعمل مسلسل والاخر مشهد الفنال بتعمل وشركاه الزعيم وبيكشفه عليه ونسحى وليه وولاده حاليه فاحنا قلقانين يتوتر مش عايزينه يتوتر فتعالى عشان تشرف على المشهد الطبي ده فالاستاذ رامي قال لي ما تخش تعمل انت تمثل انت المشهد تاني سنة على طول وعملت في نفس السنة دي ابو البنات مع مصطفى شعبان عن نجم مصطفى شعبان وبعدين طلبوني في عفريت عادل علام وتوالد بقى الأدوار لحد ما الحمد لله وصلنا لحد الاختبار والمحك التاني بقى ان يقف قدام الزعيم يعني طبعا طبعا كانت حاجة من حييتة بقى ربنا يتحددون طبعا ربنا حييتة عفريت عادل علام كان دور كان دور كويس جدا كنا للطبيب اللي بيعالجه وهو لما العفريتة راحت منه وفي المصحة كان دور مبيليوم يعني كنت المشهد كلها كانت مع الأستاذ اشتركوا في القناة